حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي السليل قال حدثتني مجيبة عجوز من بهلة عن أبيها أوي عن عمها قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مرة فقال من أنت قال أو ما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول قال فإنك أتيتني وجسمك ولونك وهيئتك حسنة فما بلغ بك ما أرى فقال إني والله ما أفطرت بعدك إلا ليلا قال من أمرك أن تعذب نفسك من أمرك أن تعذب نفسك من أمرك أن تعذب نفسك ثلاث مرات صم شهر الصبر رمضان قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال فصم يوما من الشهر قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني قال فيومين من الشهر قلت قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني قال وما تبغي عن شهر الصبر ويومين في الشهر قال قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني قال فثلاثة أيامين من الشهر قال وألحم عند الثالثة فما كد قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني قال فمن الحروم وأفطر وإني أحب أن تزيدني قال وإني أحب أن تزيدني قالت إني أسفة أيامين من الشهر